إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَلُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْطِرُهُ وَنَسْتَعْدِيهُ وَنَقْرُدُ بِذَانْ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ قَالَ اللَّهُ تَعَالَ بِمُحْكَمِ تَنْزِيلِهِ يَا أَيُّهَا الْنَّاسِ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ وَقَالْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تَقُوا اللَّهَ هَمَّةُ قَاتِهُ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُمْ مُسْلِمُونَ إِغْوَةٌ مُبَارَكُونَ اعْلَمُوا أن الدوحيد أصل الإسلام أن الدوحيد أساس الدين وهو دعوة الأنبياء والرسل وهذا الدوحيد أصل الوصول من أجله خلق الله الجن والإنسان وأرسل الله الرسل وأنزل الكتب ومن أجل هذا التوريب قام سوح الجنة والنار قال الله تعالى وَلَقَدْ بَعَتْنَا كِيْكُلِّ هُمَّنِ الرَّسُونَ أن يَعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَرِبُوا الطَّابُونَ وقال تعالى يَا أَيُّهَا النَّاسُ يَعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ يَعْبُدُوا الْأَنْبِيَارِ وهذا الدوحيد أول رُقْنُ الْإِسْلَامُ وهذا الدوحيد سبب تغول الجنة وهذا الدوحيد سبب استفرار الأمن والأمان إقوة المباركون لما بعث الرسول صلى الله عليه وسلم عاد إلى اليمن قال له إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إقوة المباركون قال النبي صلى الله عليه وسلم من شهد أنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله حرم الله عليه النار وليأتقلنا هو سبب دخول الجنة فيما قال ابن تيمية رحمه الله قال قال هذا الكلام بالصدر ويقين فإنه لا يقص الله قال إن كماذا إخلاصه ويقينه يوجب أن يكون الله أحب إليه من كل شيء فإذا لا يبقى في قلبه إرادة ما هرم الله ولا كراهية لما أحل الله إخوة المباركون تعلموا هذا التوحيد تعلموا أبيده الصحيحة لأنها أصل الدين من عمل من عمل أي أمل في الدين لغير التوحيد فإن عمله يرد إليه ولا يقبل ولهذا ولهذا إخوة المباركة تعلموا 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 اللهم يا حيو يا قيوم برحمتك تتبير آمنا متماعنا سفاء الرحاة وسائل ربلاد المسلمين يا حيو يا قيوم يا جلال والذكرم أقول ما تسمعوا وأستغفر الله ونحن أقول يا صلاتي ونحن